بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل فترة والله تعالى يقول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طاها ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى والآيات بمثل هذا كثيرة الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على البشير النذير والسراج المني نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران يقول الله تعالى فيها وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها وذلك في ما امتن به جل وعلا على أهل الإيمان من هدايتهم إلى الصلاة المستقيم يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم قال وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها هذه الآية في ما ذكر أهل التفسير هي خطاب للأنصار الذين كان بينهم من الإحن والبغضاء والعداوة والشقاق والقتال ما هو معروف ذاك بين فريقين الأوس والخزاج فمن الله عليهم بالإسلام فالتأم شملهم واجتمع خلافهم وصرحت حالهم وتلفت قلوبهم بعد ذاك الذي وصف الله تعالى من العداوة والبغضاء الإشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله كيف يقول الله تعالى وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها كيف نفهم قول الله تعالى وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها مع أن الله تعالى لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل وإقامة الحجة واضح فساق الأذن الله على أنه لا يعذب إلا بعد البلاغ وبعد إقامة الحجة وبيان الحق فبماذا أو كيف يفهم قوله تعالى وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها إذا كانوا على كفر وعداوة وبغضاء ذكر الجواب فقال والذي يظهر في الجواب والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت كما بينه تعالى بقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده هذا الجواب سبق بيانه وهو بوضوح وجل أن قوله تعالى وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها ليس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ الرسالة إنما بعد بلوغ الرسالة ووضوح الحجة لهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وأعلن دعوته بعد ثلاث سنين من بعثته وسمع به الناس في أسقاع الجزيرة وكان ممن سمع به الأوس والخزرج فلو ماتوا بعد سماعهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته ولم يؤمنوا به لكانوا على الوصف الذي ذكر الله تعالى من أنهم إلى النار وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به بعد أن سمعتم به وبقيتم على الكفر مدة لم تستجيبوا لدعوته النبي قدم إلى المدينة وفي الأوس والخزرج من لم يؤمن به أليس كذلك؟ فآمن به جماعة منهم وظاهروه ونصروه لكن لم يؤمن جميعهم فالله تعالى امتن على الأوس والخزرج بهذا فلا إشكال في الآية لا تعارض هذه الآية ما تقدم من الآيات الدالة على عدم العذاب وعدم المؤاخذة إلا بعد إقامة الحجة وقطع المحجة وبهذا يقول لا تعارض بين الآية وسائل الآيات التي ذكر المسنف رحمه الله هناك جواب آخر ذكره بعض المفسرين وهو أن الله تعالى في هذه الآية بيّن سبب العقوبة وهو ما كان بينهم من خلاف واقتتال وبغضاء وشحناء وعداوة على أمر الجاهلية ولكن هذه العقوبة مشروطة بالحجة فالذي منع من وقوعها عليهم ما كان من أن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يبعث رسولاً كما قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً فتكون الآية بيّنت بأن ما كانوا عليه سبب للعقوبة لكن هذا متوقف على شرط وهو إقامة الحجة فيكون هذا لبيان مرتبة العمل الذي كانوا عليه من حيث عقوبته ولا يلزم من هذا أن يتحقق الأمر لتخلف الشرح لتخلف الشرط لتخلف الشرط وهو إقامة الحجة ولهذا نظائر منها قوله تعالى لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَنُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الشركة لا يكون منه صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من كبائر الذنوب فضلا عن الشرك الذي هو أعظم المعاصي والسيئات فهذا لبيان مرتبة العمل وإن لم يكن واقعا واضح هذا الوجه الثاني في الجواب وبهذا يقول ثم يقول مصنف بعد ذلك وأجاب وما أجاب به وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير الآية وقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير قوله تعالى هو أجاب بأن ذكر جوابا وبينا غلطه وهو أن من أهل العلمان قال إن العقوبة التي ذكرها الله تعالى في قوله وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها إنما كانت لكون العرب عندهم بقية لكون العرب عندهم بقية هداية من هداية الرسل وما كانوا عليه فلهذا كانت الحجة قائمة عنهم وبين رحمه الله غلط هذا وأنه ليس صادقا على حال العرب فإنهم ما أتهم من نذير ولم يبق معهم شيء من هداية الرسل إلا هدايات لا يحصل بها الحجة ولا تقوم بها الحجة على الخلق نعم لا يعكر كل الأحاديث التي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من أهل الفترة أنه في النار فذلك لأن الله تعالى أطلعه على مصيره ومآله وليس أن الحجة قائمة عليه وذلك أن أهل الفترة يوم القيامة يختبرهم الله عز وجل الفترة ليس في الجنة ولا يحكم لهم بها إنما يقال يختبرون يوم القيامة بامتحان يمتحنهم الله تعالى به فمن وفق نجا ومن لم يوفق هلك فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار من أهل الفترة فإنه محمول على أنه أخبر لمآله ومصيره بعد الابتلاء والاختبار الذي يكون يوم البعث والنشور فلا يعارض نعم قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة وهي قوله تعالى ولله العزة ونرسوله وللمؤمنين ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد ولذلك لا بد من تفسير يحل هذا الإشكال فمن وصفهم الله عز وجل بالذلة في قوله وأنتم أذلة يعارض ما وصفهم الله تعالى به من العزة في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالعزة والذلة معنيان متقابلان فكيف يقول وأنتم أذلة ثم يثبت لأهل الإيمان وصف العزة في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فلابد من تفسير يلتائم به هذا الوصف يلتائم به هذا الوصف في قوله أنتم أذلة وأنتم أذلة وفي قوله والله العزة ولرسوله وللمؤمنين الجواب يقول والجواب ظاهر وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم قلة عددهم وعددتهم يوم بدر أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددتهم يوم بدر وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نزل في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد والعزة باعتبار نصر الله وتأييده كما يشير إلى هذا قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فإن زمان الحال هو زمان عاملها فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى ذكر المصنف رحم الله في الجواب الجوابين الجواب الأول في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين الجواب الأول أن وصفهم بالذلة في الآية الأولى هو بالنظر إلى حالهم من قلة العدد وقلة العتاد والصغار في أعين الناس مقارنة بحال من يقابلونهم فإنهم أقوى عدة وأكثر عددا وأمنعوا جانبا فهم أهل الحرم الذين لم يظهر عليهم أحد فبهذا يكون قوله وأنتم أذلة هو بالنظر إلى قلة العدد وقلة العدة وأما وصفه لهم بالعزة فهو في حال مختلفة عن هذه وهي حالهم في المدينة فإن قوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ذاكا لما كانوا في عاصمة الإسلام وفي وقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في نهايات الأمر خلافا لحاله في أول أمر من الضعف وقلة ذات اليد فالجواب هنا الاختلاف باختلاف الزمان وذلك لما كانوا عليه من قوة وعدد ففي الأول كانوا قلة ليس معهم عدة وفي الثاني وهو في وصفه جل وعلا والله العزة ولرسول المؤمنين هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعدما أظهره الله تعالى على خصومه وأيده بنصره وكثر من آمن به وقويت شوكته وكثر عدد أصحابه هذا الجواب هو واضح إذن خلاصة هذا الجواب أن الذل في قوله وأنتم أذله المقصود به الكثرة في العدد والقوة في العدة في أول الأمر لما كانوا في بدر وفي الآية الثانية في المرسيع في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر عددهم وقويت عدتهم هذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله الجواب الثاني الذي ذكره أن الذل باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعزة باعتبار نصر الله فلأنا نظران الذل بالنظر إلى ما معهم مما هو سبب للعزة ليس معهم أسباب العزة لا كثرة عدد ولا قوة عدة لكن العزة لكن هذا لم ينفع عنهم العزة إذ نصرهم الله تعالى والعز ثمرة النصر العزة ثمرة النصر ولذلك قال المصنف رحمه الله هنا والعزة باعتبار نصر الله وتأييده وقد جمع الله بينهما في قوله ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فالنصر هو العزة التي ذكرها في قوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين وأما قوله وأنتم أذلة فهذا بالنظر لأسباب العزة التي يهتم بها الناس ويشتغلون بها فهذه لم تكن عندهم وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجمع بين الآيتين وقيل إن العزة في قوله تعالى نعم الذلة في قوله وأنتم أذلة ذلك بالنظر إلى ما كان في قلوب الكفار فإنهم كانوا قد استهانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقول وأنتم أذلة أي في نظر أعدائكم وخصومكم لا في حقيقة الواقع و ما كنتم عليه من أسباب العلو والارتفاع والعزة التي أمدكم الله تعالى بها بسبب إيمانكم فيكون هذا بيان لنظرة الكفار لأهل الإسلام في تلك الوقعة استصغروهم واستقلوا عددهم وعدتهم كما قال الله تعالى لذي يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم فكانوا على حال من الضعف في نظر أعدائهم مما جرأهم عليهم هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع وقيل وأنتم أذلة بالنظر إلى ما قام في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة الكفار الذين جاءوا على نحو من القوة والظهور والمنع والاستكبار ما كان سبباً لشيء من الذل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا بعيد والله أعلم وأقرب هذه الأجوبة هو ما ذكر هو نصنف رحمه الله من أن الذلة هنا باعتبار أسباب العز المادية في قولي وأنتم أذلة أما بالنظر إلى العزة فإنها لم تنتفي عنهم لإيمانهم وقوة يقينهم بوعد الله عز وجل وإذلك أقدموا وأقبلوا رغم علمهم بالحال فالنبي وأصحاب وأصحابه لم يخرجوا لقتال إنما خرجوا لأخذ عير وفي شتان بين أن يأخذوا يخرجوا لحبس العير عن المشركين الذين سلبوهم أموالهم واعتدوا عليهم وبين أن يخرجوا لملاقات جيش بعدة وعتاد وبهذا يلتأم المعنى ولا إشكال في الآيتين نعم فيكون وأنتم أذلة باعتبار مختلف عن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله المؤمنين فالعزة باعتبار آخر والشخص قد يقوم فيه اعتباران كما هو الحال في هذه الآية ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة نعم واضح الجواب نعم قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة الآية هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد ألف بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الآية آية آية آل عمران يقول الله تعالى إذ تقول للمؤمنين عليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ها مسومين فذكر الله تعالى المدد على نحوين اتداء ثلاثة وخمسة مشروط بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ثم في سورة الأنفال يقول إذ تستغيثون ربكم فسجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فكيف يتسق العدد الذي في سورة الأنفال مع العدد الذي في سورة آل عمران يقول رحمه الله والجواب على هذا من وجهين الوجه الأول الأول أنه وعدهم بألف أولا ثم صارت ثلاثة آلاف ثم صارت خمسة كما في هذه الآية فلا أتعاره يكون الوعد متدرج أولا أمدهم بثلاثة دون شرط إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ثم زاد إلى ثلاثة في نفس الوقع إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ثم جاء العطاء وعد بخمسة آلاف إذا بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف فلا تعرض بين الآيتين بل هو تدرج في المدد لتقوية قلوبهم وتثبيت أقدامهم وإظهار فضلهم هذا الجواب الأول الجواب الثاني الوجه الثاني في الجواب الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران ولا سيمة في قراءة نافع من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم وهذا هو الحق وأما على قول من قال إن المدد المذكورة في آل عمران في يوم أحد طيب هذا ما يختلف كثير عن الوجه الأول إنما هو بيال له وإظهار أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران ولا سيمة في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين مردفين أي متبعين وهم الذين أخبروا الله عنهم في قوله تقول الممنا ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وهذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين فهؤلاء هم المردفون هؤلاء هم المتبعون هذا القول الأول يعني هذا الوجه حقيقة تعزيز للأول واستشهاد له بالقراءة أما الوجه الثاني في الجواب يقول وأما على قول من قال إن المدد المذكورة في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآية ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد وهذا قول مجاهد وعكرمه والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم قاله ابن كثير خلاص هذا الجواب أن الآية التي في التقوى الممين ليكفيكم أن يمددكم في ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين هذه ليست في غزوة بدر بل هي في غزوة أحد والتي في الأنفال هي في غزوة بدر طيب يقال أن الملائكة مع الإشكال الذي أورده أن الملائكة لم ينزلوا في أحد فأجاب عنه أن أنزل الملائكة في أحد كان مشروطا وهذا لم يتوفر فلم ينزلوا لذلك والله تعالى على ما صلى الله وسلم بارك الله فيكم